تعالوا نروح نشوف التجارب التجارب اللي حصلت في ألمانيا التجارب اللي حصلت في بلجيكا ونبدأ بالتجربة الألمانية عملوا ايه عملوا ايه عشان الكورة عندهم تتطور تعالوا نشوف ألمانيا نجحت في كأس العالم 1990 وكأس أوروبا 1996 بس بعدها عرفت ان دي ممكن تكون النهاية معدل أعمار بيزي تتطور واضح في كل المنتخبات الأوروبية واللاتينية وحتى الأفريقية ألمانيا رفضت تكون بطولتها بالصدفة أو استثنائية وفكرت مباشرة في إنتاج أجيال جديدة من الشباب ولكن كيف تطورت الكورة تحدث إيجيديوس براون رئيس للتحال الألماني في 1996 مع المدرب الخبير ديدريتش بايتسا اللي كان بيدرب الأهلي بالمناسبة وبيدرب منتخب مصر قال له احنا هننظم كاس العالم 2006 وعايزين نعمل منتخب قوي بعد تسع شهور من العمل الشاك اكتشف فيتسا أن هناك كثير من المواهب الشابة المهضرة في الكورة الألمانية بسبب عدم الاهتمام بقطاعات الناشئين في الأندية والاتحادات الإقليمية قطوة فيتسا الأولى المقترحة كانت وضع خطة شاملة رصد الصغار وتطويرهم وبساعدة شبكة كوان من 115 مركزا إقليميا في مناطق مختلفة بألمانيا اختصاص تلك المراكز كان العمل مع الشباب بداية من عمر 13 إلى 17 عام لكنهم أرادوا إشراق مركز لانسفير ضمن خطتهم ليتمكنوا من الوصول إلى شريحة من 11 إلى 12 عام يعني أروح للأطفال والشباب وأبدأ أشتغل معهم قبلك بايتسا خطته لتطوير قطاع الناشئين والمواهب في ألمانيا إلى رئيس الاتحاد الألماني اجت جيوس براون وقال له أنها ستتكلف 2.5 مليون فرق الراجل بقى براون اتخض براون رفض مع طلبه بايتسا وقال له أن هذا الأمر مكلف جدا وكان رد بايتسا أن قطاعات الناشئين تحتاج لعدد كبير من المدربين المؤهلين مقاومة مقاومة من رئيس الاتحاد احنا ماشيين كويس تقال ليه نسرف كل ده راحة ألمانيا ظهرت بشكل كارسي في كاس العالم 1998 وكاس أوروبا 2000 عشان يوافق براون على خطة بايتسا وموى المشروع بدل 2.5 بقى قال لك لا خط 3 مليون فرنك بايزة بايزة الحقني بدأ العمل فورا على إنشاء 121 مركزا اقلمان بإمكانهم توفير ساعتين في الأسبوع من التدريبات الفردية على ايه بقى على التكنيك لأربعة ألاف ناشئ تتراوح عمرهم بين الثالثة التعشر والسبعة عشر كما تم ضخ 2.5 مليون فرنك آخرين سنويا لمركز لانسفريد بيندا للتركيز مع صغار دون الثانية عشر شريحة تصل إلى عشرة ألاف طفل يلا بقى هاتلم من الأطفال اللي في ألمانيا وتعالي أعلمهم كورا وضع الاتحاد برنامجا جديدا لتطوير المواهب من أجل رؤية منهجية وأكثر تنظيما للعابين في المراكز الإقليمية التي وصل عددها في ذلك الوقت إلى 350 ثم 366 مركزا في وقت لاحق مع مزيد من التدريبات الإسباعية تحت أنظار ألف مدرب خبير كلهم إيه بقى؟ كلهم يحملون جميعا الرخصة بيه من اتحاد الأوروبي يعني مش أي مدربه خلاص مش لعب معتزل هاتنكرمه وننديله الناشئين نا واحد دارس وفاهم أما الخطوة الثانية فكانت تستلزم إصلاحا داخليا وشاملا طلب الاتحاد من كل الأندية الدرجة الأولى والثانية إنشاء مراجز داخلية تطوير المواهب الشابة بداية من موسم 2002-2003 كان هذا اسمع بقى شرطا مسبقا من أجل منح الرخص الرخص المطلوبة للأندية المشاركة في مسابقة المحترفين المحلية يعني لو ما عندكش قطاعات ناشئين أو مراكز تطوير مواهب أنت بش تاخد رخص أصلا أنك تلعب كورة اللي بعده وضع الاتحاد قاعدة أخرى من أجل اللاعبين على كل فريق الألماني الأندية بوجود 12 على الأقل من أصل 22 لعبا يصلحون لللاعب لمنتخب ألمانيا أي عليهم أن يكونوا مواطنيين ألمان أنا عايز ألمان بقى ما تجيب ليش أجانب أصبح لدى ألمانيا مراكز عديدة منتشرة في جميع أنحاء البلاد لغربلت كل هذا الكم الهائل من اللاعبين الصغار والتركيز أكثر على تعليمهم وتطويرهم بفضل الاتحاد الألماني بالإضافة إلى الأندية التي بات عليها تركيز مجهودتها من أجل إفراز اللاعبين الأكثر موهبة للظهور في مصابقات المحترفين منذ إطلاق هذا البرنامج صرفت ألمانيا شوف بقى الرقم أكثر من 750 مليون يورو لكنها عاد عليهم بالنفع الكبير في موسم 2013-2014 على سبيل المثال تمكن 18 نايدين في الدرجة الأولى من صرف حوالي 90 مليون يورو على برامجهم للشباب وأنديت الدرجة الثانية صرفت 30 مليون مبالغ كبيرة لكنها تنمن لك الفوز بكعس العالم تماما كما حدث في 2014 عندما تواجه قطباء ألمانيا بايرم يونيخو بروسيا دورتبوند في النهاية دول الأبطال كان لدى لدى الفريقين مجتمعين 26 لاعبا تدرغوا في الفئات العمرية المختلفة ويمكنهم اللاعب المنتخب ألمانيا كذلك أكثر من نصف هذا العدد بقليل كان نتاج برنامج الاتحاد الذي بدأه في 2003 2003 بدأوا خدوا كأس العالم في 2014 ودورت من دوباين لعبوا النهاية دوري أبطال أوروبا سلام بعد عشر سنوات من العمل الشاق أصبح نظام العمل في قطاع الناشئين في ألمانيا يدرس في كل العالم بل وفي البرازيل بلد المواهب وفي 2010 قدمت ألمانيا إداء رائع في كأس العالم وحاصل المركز الثالث وفي 2014 رفعت كأس البطولة ترجمة نانسي قنقر